بسم الله الرحمن الرحيم اليوم مرت على الثورة ثورة الحرية والكرامة ثمان سنوات مش برشا في حياة الشعوب والأمم ولكن سنوات هامة لأن كما نقوله احنا في تونس الخطع لولو الثورة هذه قاموا بها شباب تونس بساء ورجال والشباب هذا من خاصيته ما كانش مؤطر كما شفت هو مكتوب يعني ثورة يعني ثقائية والشباب هذا ما كانش عنده زعامات حسوا حظه حسوا حظه الثورة وما كانش عنده مرجعيات دينية أو إيديولوجية وما كانش عنده وراحها من أجل بلاده ما كان لأنه كان تم أسباب يدفعوا إلى هالشيء هذا أكل حال في مثل هذا اليوم لابد أن نتوجهها بالرحمة على أبناء تونس وبنات تونس اللي استشاهدوا في هذه الفترة و و نبدأ أن نذكر أنا حسب اجتهادي لأنني نتكلم فيكم أنا ما شاركتش في الثورة سألوني قالوا لي وين كنت قلت قلت في داري عندي عشرين سنة لكن الشيء اللي عملته وما يزمش إنسان يتكلم على روحه قدام تضحيات هذه هو كونه منعت الثورة من الأنزلاق في حمام دم وخليتها يعني ثورة يعني بشتحقق أهدافها إن شاء الله قلت في ذلك الوقت يعني نزلحات من أجل التمس ويجبنا أن ترحموا عليهم الشهداء الشهدان الأبرار وكذلك أيضا الجرحة اللي هما ما زالوا طوى بأنه تحت الآلام والحمد لله وأنه يظهر اللجنة المكلفة بإحصاء الضحايا يعني بناء الثورة كملة أشغالها اللجنة هذه كانت تكونت من زمان اللي يرأسها الأستاذ توفيق بودربالا كملة أشغالها عرشتها وكل عندها عام اللي كملة أشغالها وإن شاء الله معناها القائنات هذه تخرج في الرائد الرسمي باش كل إنسان معناها يعرف شنوه مشاركته في الحقيقة هذه واشنوه واجب التوانسة من أجله ونترحمه أيضا على أبناء أبنانا من الجيش والحرس والأمن اللي زادها استشهدوا بعد ذلك في ظروف التاريخ يذكرها كلمة كثروش ياسر في كل واحد يعطي روحه حاجة علىها مش حيحة التاريخه وإن شاء الله يذكرها لذا اليوم بعد ثمانية سنوات يعني ثم حصيلة لا يستهلوا بها أولا ساعة هذه المكسب الأساسي هي مكسب حرية التعبير وحرية الصحافة هذه إلى الآن ما زلنا نتمتعوا بها الشعب نتمتع بها ولو أن بعض أحيانا إفراد وثانيا يعني مثلا مش ذوابه ولكن لابدنا نقولوها بوضوح احنا تمشي الديمقراطي اللي نحنا مشي فيه من ضروري أن تكون عندنا حرية التعبير وحرية الصحافة ولو فيها إفراد والإفراد هذا أخف الضراري من اللي ما تمشي حرية وما تمشي صحافة حرة ولهذا هذه نقطة أولى النقطة هذه كسب وكل حال يجبنا نحافظوا عليه والناس اللي ضحات من أجله ممشي التي تحدثوا تمشي باتريق تجربة التنسي تجربة الشيء الثاني هو كونه تخنع في تمشي ديمقراطي وعملنا انتخابات وعملنا دستور مهما تكون الهيلاة متعة هذا الدستور هذي فيه نقطة ضعف ونجيوها بعد لكن موجود وهذا يميز بالتجربة التونسية وهلا تمشي الديمقراطية هذا يعني شيء ضروري ميزة به تونس والعالم أجمع قاعدين يعترفوننا بهذا يكونوا تونس بلد الوحيد اللي عمل هذا ولكن ما يزمناش نظن اللي التجربة الديمقراطية في مأمن ميش في مأمن ميش في مأمن يعني احنا توا يعني قاعد نشوف ونسمع شنوه اللي مش نعمل وشنوه الليس باش مشغولة هانا مش نعملوا حزب بتاع الحكومة هذي التأخير على التمشي الديمقراطي اللي نحنا مشي فيه اللي هو يلزم الناس كلها تشاركوا ولا 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 لكن هذا هو احنا مش نعملوا ولهذا التجربة الديمقراطية ما هي شي في مأمن مازلنا يلزم لكلنا شاركوا في هالحماليهات واذا كان ثم عشكون يحب يعمل حزب وكذا ما نأخذوهش احنا نقولوا هذا اجتهاد ان شاء الله يكون اجتهاد موفق ولكن على كل حال يعني يلزم نحظيوها التجربة الديمقراطية هذه هي من مكاسبنا الكبرى لكن بالرغم من هذا عندنا الشعب عمل ثورة ما هو مش يحب ترجع المردود متاحها ليهو شو اللي عنده تورشها في البطالة قعدنا في البطالة في الفقر قعدنا في الفقر في جهات كاملة في التهميش عندنا جهات كلها مازلت مهمش يقول قيل رأوا التجربة الديمقراطية هذه مش في فمالي سنين تم يلزم وقت ولهذا يجب من يستفهم قال لي ما شير في وقت على كل حال مدامنا محافظين على الاستقرار وما عندنا شي يعني عنف مبالغ فيه بالرغم اللي نحن توا في شر جانبي وفي شر جانبي ذي ما تقعنا المشاكل وهذا طبيعي لكن احنا هنا كنت تشوف سبعتار سبعتار ستارش أو جامبي ستة عشرين جامبي سبعين ونعرفوها عشنا فيها الناس كل ما يعرفوه النتيجة كانت عندنا أموت والنتيجة كانوا عندنا سجون والنتيجة كان عندنا التفكق الوحدة الوطنية واللي ما تلفناها إلا بعد عشرات سنين لذا أنا في شهر هذا الجامبي يظهر وأنه في سبعتار الجامبي ثم تهديد بإضراب عام الإضراب مشروع ولكن الإضراب عام عند الأصحاب الرأي من خارج يقولون دولة ليس مستنسبة الأمور هذه وعملنا واحد من ربع عام وتعرفوا شنو النتائج فيه إن شاء الله ما عاد يرجع وليهذا يلزمنا بكل صورة من الصور نمنع أو نحددون هالأمور هذه إن شاء الله إن شاء الله كل حال ما زالوا قداش كافية إن شاء الله نخرج من هالأمور هذه وهذا يراه الشعب تولسي بالتمابه وكماله هو المطلوب على هذا لكن كنت تشوف هم طالبين طالبين زيادة في الأجوء وهذا أنا نعتبره تعبير في غير محل مش زيادة في الأجوء الشي المطلوب هو كونه تهريئة المقدرة الشرائية عند المواطن ويجبنا نقص فيها التهريئة شي تشوف يعني أحنا في عام في عام 2016 كانت يعني يعني قداش أربع أربع فاصل ستة في المياه في عام السبعتاش والتي تستة فاصل تسعة في المياه وقتوى ثمانتاش سبعة فاصل نصف في المياه ما معنى هذا؟ معنى أننا نجحنا في الضغط على الأمور ما نجحناش وكل مسؤول كل مسؤولي طولس كل مسؤول على الأمور حيث يلزمنا نأخذ الأمور يعني بجد صحيح؟ يلزم يعني المقدرة الشرائية وقت واحد عنده دينار في عام 2016 دينار في عام 2018 ما عاش يجبله شيء ولهذا يجي قولك نحبك المقدرة الشرائية تهرات معقول يلزمنا نأخذها بعد الاعتبار ولكن زادها ننظر زادها امكانية البلاد وامكانية البلاد ما نظنش وصلت الدرجة اللي ما نجموش وانا نقص شوية في الحدة هذي متع تدهور المقدرة الشرائية هذي يلزمنا يعني نخم فيها وينزمنا نعملوا كل جهودنا باش نتجنبوا ان نقعوا في في حالات تشابه باللي وقعنا فيها في عام يعني في 26 جنفي عام 78 اللي كثير ما يعرفوهاش لكن احبارنا عليها ونعرفوها والقلال منها اللي يعرفوها هذي ولهذا كيف نقول وينزمنا نجنبوها نعرفو عليش يلزمنا نجنبوها لان المصيبة متاحة اكثر من الفوائد اللي كنترقبوها اللي كان استجبنا الى كل المطل هذي ماناها يلزمنا نواصلوا الثورة ما انتهتش في في طلباتها مستحققاتها مازلنا مازلنا ولكن يلزمنا نواصلوا ومش معقول وان الناس اللي رحاوا بحياتهم يعني تمشي حياتهم سباهلة يلزم بالعكس نواصلوا ولو طال الامد لكن الامد قصير جدا في حياة الشعوب وفي تحقيق اهداف اللي من اجلها شباب تونس يعني ضحى بحياتهم ولهذا ما نشي اليوم مش نعطيه درس في هالامر هذه هذه مسألة المؤرخين وهم اللي يزيدوا يدرسوا وبرك الله فيهم اللي يحضروا المشروع هذا اللي يمشاوا لقاوا يعني الحل عند المواطنين وسجلولهم وهذا الشي سجلوه بكل ارتياح ونقدموا تحية أكبار والتقدير للمجهود اللي قامت به الهيئة اللي حضرت هالمعرض هذا ونشاء الله معناها العوام الجاية نلقاه تكمنا بهالمعرض هذا وقالونا وأنهم زادا قاعدين الآن بش يشوفوا في الخارج شنوما الشي اللي تقال في هالموضوع هذا وهذا هي الكله كسب لتونس والشعب التونسي وأن الثورة إذا نقعت فأنها ما زالت حية في أذهالنا الكل ونحن إن شاء الله نواصلوا واللي بشي جايين بعضنا زادا يواصلوا لأن يعني كما شوفنا قبيل الكراسي وخونا الكمراء ما هو شي فابت الإنسان اللي قاعدت في كرسي ما عاش يقوم منهم من كذا لكن ما ذا بنا اللي يقوم يقوم على ساقير إن شاء الله يواصل خلي غيره اللي زي بشي جاي يقدم الإضافة بتاعه له الأمور هذه إن شاء الله يعني نكونوا تقاليد في بلادنا وأن التداول على السلطة الشرط أساسي من شروط يعني الديمقراطية الديمقراطية لا لا تثبت إذا كان مثلا ماش دولة قانون لش الناس كليك يكونوا سواسية أمام القانون مثلا ماشي الديمقراطية تنجح بلاش حريت يعني التعبير حريت التنظم حريت التظاهر في النتاق يعني ضوابط قانونية اللي تخلي هو أن الشعب التونسي ينجمي عبر عن مقصوده ومش دائما بالضرورة لازم يكون موافق الشيء اللي يقع ينجمي عبر عليه في نتاق النظام وفي إضافة معناها لا يستهى الضرورية إن شاء الله معناها ناخدوا الدروس من هالمدة اللي معناها تواف مانية سنوات وجاءت فيها أنظمة ترويكا من هوني وتوا ترويكا جديدة وتواكا مهمش المهم هو كون تونس دائما نوقف على سقيها وتواس الكليك يكونوا إن شاء الله يعني يعتبروا أن الثورة يعني كسب من مكاسبهم وما يسلموش فيها ولكن نمشيوا يعني في صفوف مرصوصة إن شاء الله لأننا ما نش مش نخرجوا من هالإزمة هدية إذا كان ما نكونوش مع بعضنا الناس كل وحاولنا حاولنا حاولنا وطبع الناس حاول وغلطين يلزم تواس الكل يعتبروا وأن الثورة ثورتهم حتى اللي مشاركوش فيها اللي خلثوا يشاركوا فيها يعني بالمساندة وبالتبصر وبالنظر إلى المستقبل وبرعاية الضعفاء ورعاية الشباب وكذلك أيضا حتى الشيوخ والكهول كلهم زادة ثورة متاحة نشوفيها وإن شاء الله العام الجاي تكون للوضع أحسن واللي مش يكون هوني العام الجاي الله أعلم تكون لأن الحياة والموت بيد المولى سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إن شاء الله معناها اللي يكونوا أحنا أو اللي جايين بعدنا واللي جايين بعدنا أيضاً يتمتعوا الشيء اللي عملهم الجيل اللي قبلوا وما ذلك على الله عزيز وتحية تونس وتحية فورة زادة بالرغم هذا شكراً